اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة امر الدين في اماكن بعشرة وفي اماكن بخمسة وثلاثين وفي اماكن بعشرين والسي بقى الاسعار هتلاقيها مختلفة بمكان لمكان حاولوا تدوروا كويس لو حبيتوا تشتروا يا ميش رمضان حتى البلح نفسه هتلاقوا مختلف في اماكن كتير في الاسعار وكمان التوابل يعني طبعا احنا بنحتاج توابل بقى وحاجات كتير في رمضان على قد امكانياتك هاتي مش شرط تجيب الكمية يعني كبيرة لأ هاتي امكانياتك بس وكمان مش شرط ان انت تجيبي كل حاجة ممكن تجيبي شويات صغيرة على حسب برضو امكانياتك وامكانية جوزك وانا جايبا نوعين بلح هقول لكم انا بعمل بيوم ايه البلح الناشف طبعا زي كل الناس كده انا بابلوه والبلح الطري ده انا بخسله مش كله طبعا على قد بنا بستعمل وهقول لكم النهاردة على وصفة حلوة جدا علشان تقدمي بيها البلح مفيدة وصحية جدا لأطفال علشان اللي طبعا صايم منهم وياكل بلح يديله طاقة كده ويساعده كمان على انه هو يصون تاني يوم ويكمل شهر رمضان من غير ما يحصل له اي حاجة خالص بصوا بقى انا كمان جبت التوابل علشان نحضر مع بعض بقى ايه الخلطات والتوابل بتاعة الكفتة والحاجات اللي احنا نعملها ان شاء الله بإذن الله مع بعض انا بحبيت افرحكم وحبيت افرح معاكم بان انا اهريكو حاجتي كده ان شاء الله تجيب كل حاجة انت نفسك فيها الوصفة اللي انا عايز اقول لكم عليها بسيطة جدا وسهلة وسحية اوي انا بجيب البلح اللي هو طاري شوية ده ده انا كنت جايبها الكيلو بعشرين ممكن تلاقيه ارخص او اغلى في اماكن تاني وبخسله كويس وبعد كده بصف فيه المفروض ان هو ايه طبعا بيبقى في علبة ولا حاجة برضو بتخسليه علشان التراب وما تضمنيش بعد ما بخسله وانا شيفه كويس بروح بقى حشياء الحشو اللي انت عايزاي يعني مثلا عن جمل على حسب امكانياتك او سوداني انا كل سنة كنت بحشيه سوداني كان بيبقى طعم حلو قوي لوز مثلا اي حاجة معادة الكاجو والفوزدو دول مملاحين بلاش تحشي بيهم البلح يعني ممكن لوز عن جمل بندق او سوداني بيبقى طعمه حلو جدا محضرة بقى كمان اه شوكولاتة صايحة ده حوالي اقل من الربع كيلو بكتير يعني حوالي 8 كيلو كده على البخار وضيفالهم بس معلقة زيت كبيرة وبعد كده هحط فيهم البلح بتاع او الطمر دوت ده مش بيبقى طاري قوي ولا ناشف قوي يعني ايه واسط كده وتحطيه بقى في الشوكولاتة اه الصايحة دي وتطلعيه على كيس بلاستيك كده يجملت شوية يعني ما تحطيه في التلاجة طبعا لو احنا في الصيف بيتقدم بقى كده طعم وحلو جدا الاولاد عندك هيحبوه قوي انا بعمله لولادي طول السنة طبعا اتعارفين فواد الطمر قد ايه كتيرا وحلوة جدا خصوصا كمان في شهر رمضان لان كتير جدا من الاولاد ما بيحبوش ان هم ياكلوا البلح التاني الناشف دوت لو احنا بلناه وحطينا حتى على المياه بتاعته اي حاجة برضو كتير منهم مش بيحبوه علشان كده انا بحب اقدموه لهم كده كتحلية بعد الفطار يعني او مع الفطار كل واحد منهم كده كم قطعة يعني علشان تديهم طاقة وتسعيدهم على الصيام طول شهر رمضان ان شاء الله طبعا عودوا ولادكم ان هم يسوموا وهم صغيرين يتعودوا كده على الصيام علشان لما يكبروا يبقوا هم متعودين ما تقولش بقى لا انا خايفة عليه صحته لا ما تخافيش خالص عوديهم كده وان شاء الله ربنا هيعنهم رمضان جاي الجو حلوي كمان فده هيساعدك قوي ان انت تعودوا ولادك على الصيام ان شاء الله بإذن الله اللهم بلغنا رمضان لا فقدين ولا مفقدين ان شاء الله كل مشترواتي وحاجاتي عجبتكم ورأيكم في الشكل جميل جدا يارب يكون عجبكم متنسوش اللايك لو عجبكم من فيديو ومع السلامة اشتركوا في القناة